اعتذر على التأخير الصغير هذا. على كل حنوسي والأمور. أهلا السلام عليكم. هل الصوت واضح في الفيسبوك؟ الصوت رو واضح في اليوتيوب كذلك؟ شكرا. سلام عليكم و السلام و تركاته. أهلا. و عليكم السلام. قلنا بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله في المداخلة هذه بحول الله. راح في الحقيقة نتكلم على زوج محاور فقط. نقطة و زوج بحاور. المحاور الأول يعتبر في حقيقة نداء يعني نداء و عرض حال للجيش الوطني الشعبي بضباط كلهم. والجزء الثاني الاخير يعني يهم يهم كل وطني الجزائريين. حتى فيهم يعني حتى فيهم المخلصين في الجيش الوطني الشعبي. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسولي الكريم. راكم شفتوا على كل حال الأسبوع هذا اللي فات. أصبحت الأمور كارثية. والله في الحقيقة لما يشوف الإنسان الشيء اللي راهو صاير يحسب روحه راهو في يعيش في كابوس يعني راهو عايش في 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 حل مزعج حل مزعج يعني حاب حاب ينوض منه حاب ينوض هكذا يا و يقول لا ليش اللي راهو صاير مهوش صحة راني راني يعيش في كابوس راني يعيش في كابوس. فنشوف انه العصابة اللي رايحكم الجزائر واللي راهي خانق على على رقاب الشعب الجزائري. فتعمل بنفس بنفس المنطق بنفس الاستراتيجية يعني استراتيجية انتع تعتمد على ثمانينات في الحقيقة اللي هي يعني تعتمد على إدارة الأزمات بمعنى يعني ما تبعتش كثير على على الشي اللي قالوا الخبيثة ذاك انتع ويحيا اللي راهو عليه كل حال خلاص. هداك المبدأ اللي يقول تبع كلبك يتبع جوع كلبك يتبعك يعني حاشا كم جوع كلبك يتبعك. فهو نفس المنطقة في الحقيقة لانه لما تشغل الناس بأبسط الأمور الحليب، الماء، الزيت، العدس، السميد، الحمص، العدس، الأكسيجان. لما تشغل الناس بهذا الأمور البسيطة اللي تولي الناس يعني لما نقول للناس نحسب فيها كgypt كل كان الجزائريين يعني الي قاري الي مشي قاري الي صغير الكبير راهوا جالمها راهوا ضدت عمر في الليل، راههم جابوا زيت روح دير لاشان جابوا السكر روح دير لاشان رام زادوا الهادي ما كاش هذين قصورا مزادوا زادوا للقاز زادوا التري سيتي زادوا القداء فالمواطن المسكين ما عندوش ما عندوش مجال باش يفكر ما عندوش مجال مريح فيه هادي باله مريح يفكر في أمور تعلجزاير ويفكر مثلا انه لازم تطور ولازم نديره كدا ولازم نسقمه هذي ولازم خاصة لازم خاصة هنا مربط الفارس لازم خاصة نحرب الفساد ونلتهوا بهذا ونلتهوا بهذا ونلتهوا بالخاوة ونحكموهم ونديروا فيهم ونعاملوا فيهم وكذا وكذا فلما المواطن لما المواطن يفتح فمه فقط على جل الماء والحليب وكذا وكذا يعني على جل في الحقيقة تعتبر يعني هنا في الغرب تعتبر حتى في البلاد العربية نعم تعتبر أمور عادية لما الإنسان في بلد يعتبر من أفر البلدان يعني من أغنى البلدان من العالم ونقولها بدون يعني لما نزيد فيها الجزائر أغنى بلد في العالم من أغنى البلدان في العالم لما يكون المواطن الجزائري فيها عايش في جهنم عايش ما راهوش عايش ما عنده حق ما عنده ما عنده مستقبل ما يقدرش حتى يحلم ما يقدرش حتى يخمم يبني غدوة ولا ويش يدير غدوة فهذه تعتبر نهاية بالبداية خاصة الشاب وهذا الشيء نعرفه وهذا الشيء في الحقيقة هذا الشيء داروه بالعاني هذا الشيء مبرمج ما راهوش هكذا كبرك غياب الزيت والسكر وكذا 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 أزمة هذه ما راهيش أمور ما راهيش أمور غير متعمدة ما راهيش أمور جاي يعني لنظرا صراحة يعني في بعض الأحيان تكون أزمة عالمية مثلا تقصت حاجة أولا في العالم يعني تصير مثلا أنه نظرا للجولة يعني تحت شلا ولا تحلل تحلل سقيع ولا تحت تحسخط نقص البانان ما كاش البانان البانان يغلى هذي حاجة هذه ولكن لما كل حاجة تنقص في نفس الوقت فهذه سياسة معتمدة باش نكسر شعب باش نهدم بلاد فما كاش في الحقيقة ما كاش صيفة ما كاش حاجة يمكن نقولها اللي اللي تعبر على على كمية الغيظ على كمية الحقد اللي رانا شاهدين لهذا الخوانة الناس اللي حطمت البلاد الناس اللي حطمت وطن ما نقدرش نقول يعني ما نقدرش نو كان تقول لك ما نقدرش نقول لك ما نقدرش لانه ستين سنة بعد الاستقلال ما نقدرنا والو ستين سنة بعد الاستقلال ما نقدرنا والو رجعنا لما تحت الصفر للأسف رجعنا لما تحت الصفر وهذه الحقيقة في هذا الكلام كله اللي رانا نقول فيه نتكلم على حادثة صرات صرات في 89 كنت هدرت عليها ولكن ما نقدرش نقول يعني ما نقدرش حاجة مثل الوضع كما رح نقول لأنه الوضع خطير الحقرة اللي لحقنا لها خطيرة هذا نهضر على الآن اللي راهي الأمور أخطر من 89 89 راح تنوح ززامين الله يذكر بالخير خالج الأنم الديارس ما رحنا في مهمة الوزارة المجاهدين وفي ذلك الوقت الوزارة المجاهدين كانت الناس يعني بشتد دخل وزارة المجاهدين كانت كانت في الحقيقة تعتبر رحلان إنه ما يخلوش أي واحد يدخلو كذا وكذا فكانت دايما نلغاشي عند الباب والشرطة لتمك يعني البوليسي لتمك حاكمين الحاكم من العصا واللي جاي قدامه ويعطيه الحس فاحنا اللحقنا لتمك ونلقاه واحد البوليسي حاشا السامعين وحاشا لم يستهلهاش لأنه بعض الشرطة صراحة يعني بعض كثير من الشرطة يعني كبهم في الواد وما تخافش يعني غير اللي رحم ربي سبحانه غير اللي ولاد الفاميليا المهم خبزة الشر خبزة الضرم والحقرة المهم فالبوليسي هدك حكمل القزولان تاعه وطايح على واحد الشيخ مسكين شفت المنظر فهذاك غاضوا الحال هذا الشيخ هذاك واش يقول خزر في وجه البوليسي هذاك وش يقول الدمعة في عيني لحقنا اللي هدك هاداك وليحقنا الدمعة في عيني واش يقول له يعيت له في ويتشو قد يقرب le whatshu يقول له vive la France vive la France مجاهد يعيت في وجه البوليسي قد وريده vive la France مكمية الظلم هذاك في 89 فما بالك اليوم للجزائر التمحى الجزائر التمحى خلاص التمحى وهنا نزيد كما يقولوا على القبة حبا مؤخرا غير كما أفهمي صنفت الجزائر يعني صنفت الجزائر من بين الدول اللي ما عندهاش القيمة الميليية ما عندهاش يعني في القائمة السوداء تحطينا احنا فلا ليس تنوار وعليش تحطينا فلا ليس تنوار لأنه قيمة التضخم المالي اللي عندنا أولات فاقت كل الحدود لأنه القيمة بالطبع يظلوا يام بريمي وفليبي باش يشريوا السكوات انتع الناس وماشي هكذاك فقط لكن حوالي يعني 19.7% انتع العملة المتداولة انتع دراها متع زي لرم في السوق عملة مزورة 19.7% انتع العملة اللي راه في السوق عملة مزورة وكنا احنا هضرنا من قبل على هذا الرئيز وهذا انتع العملة المزورة هذه اللي داخل فيها ناصر الجن وداخل فيها الوناس وداخل فيها اللي كانوا يدخلوا العملة من الخارج ويديوها للبانك ويخرجوا هاد وفيز هاد كنا هضرنا عليها يعني فالعواقب انتهى من بين العواقب انتهى انه اصبحنا احنا في يعني فالليست نوار انتع لا فهمي ما عندناش قيم احنا الجزائر وما اطراك من الجزائر اللي هي قارنة في الحقيقة ما راهيش بلاد لما تقارنها بالكويت اللي ما راهي ولا شيء لما تقارنها بالقاطر اللي راهي ولا شيء طالف كبير على قاطر درامهم خير من درامنا قيمتهم خير من قيمتنا احنا علاش علاش مش لانه ما عندهم موارد احنا ما عندناش لا لا مشي هذا لانه لانه احنا عندنا ناس تحفر تحفر للجزائر بيشتدفنها لانه احنا سمحنا لانه احنا سكتنا على الخاونا وخلناهم يديروا ويعملوا فهنا لجا وقت النداء جا وقت الوقوف وهذا الكلام موجه لكل الضباط الجيش الوطني الشعبي خاصة من عقيد وحبط لان كثير من الجنالات الان للاسف ارمي في البحر وما تخافش ارمي في البحر وما تخافش الا ما رحي ما ربي ما سميهم بالطبع لظروف ولكن اليوم اليوم نقول انه المخابرات الجزائرية تعتوفيق اللي راهي رجعت رجعت بالخيانات راهي تعمل راهي تعمل على الدفن الجزائر خليوني نعطي لكم الان مثالين تعمل مخابرات واحد اخرى تعمل عالم ثالث في الحق نقوله عالم ثالث الجهاز الاول هو الجهاز الوكالة الاخبارات الباكستانية او ISI انتر سيريفسيس انتليجنس اقدر يعيطولو بالبلوع الانجليزية فهذه الوكالة هذه تعتبر من اقوى الوكالة في الدنيا يعني المخابرات الباكستانية مع انه باكستان ما تبانش مع الجزائر ما تبانش مع الجزائر عندها اقوى مخابرات في العالم ونزيد المخابرات انت باكستان هي الحامي هي الركيزة هي العمود اللي توقف به باكستان هي العمود اللي جعلت باكستان به عندها وجود في العالم معلاش لان كل المشاريع الحساسة انت على الوطن كل المشاريع الاستراتيجية انت على الباكستان كل الامور اللي تخص امن الدولة وتخص مستقبل الدولة شهدتها المخابرات الباكستانية ومن اكبر المشاريع اللي نجحت فيها المخابرات الباكستانية هي المشروع النووي الباكستاني لان المشروع كيف بدأ؟ بدأ صغير بدأ بفكرة فقط باكستان وش عندها ما عندها ولا باكستان جبال وصخور وكذا وكذا ما عندها ولا شيء باكستان لما تروح تشوف كمية الفقرة في باكستان لما تشوف الناس كيفاش عينها الدوخ الدوخ لكن لكن الناس اللي يحاكم الأمور الدولة بالرغم من كل شيء بالرغم من يعني اللي ينشوفه وكذا وكذا خليك من هذا الفساد وكذا اللي يهضروا عليه بالرغم من كل ذلك كين رجال كين رجال تعرف قيمة الدولة قيمة الوطن كين الناس ما تبزنش في الهوية نتعلى الباكستان في الهوية نتعلى الباكستانيين فعزموا انهم يديروا مشروع يبينوا العالم فيه بأنهم رجال واقفين على رجليهم بأنهم ما يتعفيش عليهم عزموا انهم يقوموا ببرنامج نووي ونجحوا فيه وأصبحوا أصبحوا يتعملوا محساب لما نشوف الآن وشاو صار في أفغانستان شكون لي دار طاليبان شكون لي دار طاليبان؟ طاليبان درتها في أفغانستان؟ درتها في باكستان الكل يعلم ذلك شكون لي نجح بعد عشرين سنة من الوجود نتعلى البريطانيا وأستراليا والمريكان وفرنسا وخلا دار الشر في أفغانستان ودار واش دار وعملوا 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 واكم عرافين واش عملوا وخرجوا هربين كلكتوطة شكون اللي دعم منذ عشرين سنة دعم أفغانستان دعم طاليبان ومولهم ورجعهم إلى حيث كانوا وأقوى كذلك لأنه الآن أصبحوا الطاليبان أقوى وهي المخابرات باكستانية لا علاش ولكن علاش لأنها جعلت من أفغانستان درع تحمي به نفسها يعرفوا أنهم عندهم الهند لراه وقف معها الكيان يعرفوا أن الهند وقف معها الكيان فهو ما ديروا لدير عن نفسهم وقالوا ما يتعفزش علينا الناس اللي تخمم على بلدها هذا المثل الأول المثل الثاني هي المين لإستخبارات تشكيلات يعني جهاز مخابرات التركية جهاز مخابرات التركية الناس بالك شافته وش دار في محاولة الانقلاب في 2016 على أردوغان وهي اللي سلكت الموقف هي اللي سلكت الدولة وهي اللي في الحقيقة ساهمت وعملت على تأمين المشروع الوطني لجابه أردوغان يعني محاربة الفساد محاربة جماعة عبد الله غولن هي اللي قامت به مع أن الوضع في تركيا كان في الحقيقة أعقد من باكستان ولكن نجحوا علاش لأن فيه رجال عزمة على تطهير الوضع الوضع التركي شبه الوضع للجزائر عزمة رجال عطعت عهد الله سبحانه وتعالى أنها تنقي تنقي البلاد أنها تخدم الشعب أنها تخدم العدالة أنها يكون عندها مشروع دفاع يكون عندها سلاح انتعها هي تخدمه مشكي ما إحنا إحنا عندنا يعني كتر خير الوصع تصدقوا علينا ونقولها للأسف تصدقوا علينا الاس فورت هندرد ولا الاس قريب فايف هندرد والسخوي كذا وكذا وكذا ولكن في نهاية الأمر أنه كان يغلق علينا العيون اللي قاوروا أحدنا وحدنا الإنسان اللي ما يتحكمش في إنتاج أدوات الدفاع لنفسه الإنسان اللي ما يتحكمش في إنتاج الحليب في إنتاج الخبز في إنتاج الدواء يبقى عالي للعالم يبقى عالي للعالم يبقى معري أمام الدنيا كلها لأنه إذا صار شي ما قدرش مثلا إذا تحت الروس إذا ما قدرناه إحنا نجيب وسائل الدفاع لنفسنا خلاص يعني ما نقدرش ما نقدرش يعني ما نقدرش نعيش لأنه ما حميناه نفسنا ليش ما حميناه نفسنا لأنه لما كانت فيه رجال عازمة بيش تدير برنامج نووي جزائري توفيق معنة الله عليه سقدهم كامل توفيق تلهم كامل توفيق تلهم كامل ابتداء من أن الرضوان صاري رحمه الله الله يرحمه السعلي الله يرحمه السعلي نشفلوا كل يوم وش كان يقول نشفلوا كل يوم وش كان يقول واللي يعرفوه واللي هضروا معاه يعرفوا شانين هضر كان إنسان في غاية الأدب إنسان ما عندي ما نقول ربي سبحانه ما رزقوش أولاد كان يقول أنتم أولادي ربي سبحانه ما رزقوش أولاد كان الجيش واطني الشعبي والمشروع النووي هو بديده ولكن قتلوه 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 آخرين توفيق لها كل حلو في حاشاكم كل حلو في الجروح وهو الآن راه أخطر على أخطر من أي وقت مضى لأنه ما عنده ما يخسر جاء وهو نزار بش يهدموا السقف على الجميع ويريبوا كل شي تماما كما درتل وايس في تسنين وستين يريبوا كلش يريبوا كلش لأنه ما عنده ما يخسروا تهزموا تذلوا دخلوا للحبس واحد هربان ولا هربانين فرجعوا بغل أكبر جاءوا بشي طيب تقول سياسة أرض المحلوقة ودالوها تعالصح دالوها بالفعل في منطقة القبائل ولكن عش دالوها في منطقة القبائل بالذات دالوها في منطقة القبائل ونقولها بكل صراحة يعجبوا الحال يعجبون لي ما عجبوش ما عجبوش دالوها في منطقة القبائل لأنه حبين يكسروا عزيمة ثوار الوطنيين في القبائل حبين يكسروا عزيمة ثوار الوطنيين في بلاد القبائل ونقول الثوار الوطنيين إرقز النصح ماشي ذي الفن للماك مع أنت الرجال تعالصح ماشي الحلالة لفتاع الماك لأنهم عارفين عارفين واش يكون النظام لأنهم عارفين أنهم لو كان ما يسكتوش عليهم هادو راح تتخلط ولكن هاي هات ما زال في الجزائر الرجال ما زال في منطقة القبائل الرجال لما نشوف والناس لازم تتفكر هذا الشي موجه خاصة لضباط الجيش الوطني الشعبي لما نشوف أو شفنا نداء نزار اللي قام بكل وقاحة بنداء من الخارج للانقلاب إلى تشفى دار نداء للانقلاب هو قائد أركان سابق دارو من الخارج يحث فيه ضباط الجيش الوطني الشعبي باش ينقلبوا على القيادة يعني هل الواحد فيكم يعرف خطورة الشي اللي قام به هذا ولد الحرام تعني الزار؟ هل الواحد فيكم قادر يتصور لحظة وحدة؟ لحظة وحدة فقط خطورة أنه قائد أركان سابق يوجه نداء من الخارج للجيش الوطني الشعبي باش ينقلب على القيادة؟ هل الواحد فيكم يمكن يتخيل أنه بعد هذا العملة اللي كان لازم بيها يجيبوه ويعدموه في السحة العامة يعدموه في سحة عامة يرجع نزار بطائرة خاصة بشرف مع أنه هو خاين بابه خاين يمه خاينة جده خاين يرجع بهذا القدر من الشرف هل الواحد فيكم هل الواحد فيكم يوزن بحق أهمية هذا العمل لما نشوف أنه اليوم لما نشوف أنه اليوم راه نزار يعجن في الجيش ويشكل فيه كما يحب الحركة والمجرمين اللي راهم في الجيش راهم ينتقموا راهم يشكلوا الجزائر على على الصورة اللي حبتها فرنسا وعطيت مثال آخر مرة على شاطر شاطر بن الحرام نحاشاكم شاطر العاميد شاطر الجنرال شاطر اللي قلت دار وش دار آخر مرة والذي نقول بالحاج رد بالك يات خرج من الفاتحة نخرجوها الجنرال شاطر هذا اللي بابه سعيد كان محكم عليها بالموت من قبل الثورة ولكن بابه سعيدها تسلك سمحوا له المجاهدين يسمحوا قلبهم واسع ولكن وليده وليده الجنرال جا منتقم جا باش يرد الشرف لباباه كما دار كما دار المجرم منتع جبار مهنة اللي باباه كان حركي نفس الشي نفس المنطق نفس التخمام نفس التخمام اللي عندهم عندهم نقص تع وطنية عندهم هم أولد فرنسا عندهم نقص تع رجولة عندهم نقص تع رجولة هذا شاطر هذا ما اكتفاش برك بالفساد وكذا اليوم نج بدلوش واحد آخر ياسيو الحاج على بالك باللي هذا شاطر شكل شكل عصابة تع ضعارة تجيب له البنات من الإقامة الجامعية ليه والصحابه باش يصاروا ولما بلغ عليه مقدم ودرع يتحقيق كان في ذلك الوقت شاطر عقيد لما قدم به هذا المقدم هذا اللي يطنوا كلنا ندر بها در بها يعني تقرير عيواذ يتحاوز الشاطر اللي يتحاوز هو المقدم في بلاد الحق في الجيش الوطني الشعبي في الجيش الوطني الشعبي فيا ضباط الجيش الوطني الشعبي يا أيها الأحرار يا ولد الفاميليا يالي يرضعت البن حلال يالي شربت البن حلال يالي يتغيروا على البلاد منظومة فساد هذه اللي دروها منظومة فساد منظومة خراب منظومة إجرام الهدف الوحيد انتهى هو تحطيم الجزائر علاش لأنه هذا أولاد الحرام وغيرهم الكثير نزار وطرطاق وتوفيق وشاطر ومهنة التعطات لهم مهمة وحدة مهمة جاتهم من نفس من بعض من يماهم فرنسا مهمة نشر الرذيلة باش يحطموا وطني وطنك باش يحطموا وطني وطنك وطني اللي نعاشقونا وتعاشقون تا واللي عاشقوه الشهداء قبلنا إذا حبيت تحطم وطن خمج بنات العائلات بنات الفاميليات ونشر العهر إذا حبيت تحطم وطن أخذ للعدل ودعم الظلم إذا حبيت تحطم وطن أسجن شرافاء وحبي السوفهاء إذا حبيت تحطم وطن بعد العلماء وقدم السوفهاء قدم السوفهاء لما كل واحد في الجيش الوطني الشعبي لما كل واحد في الجيش الوطني الشعبي يكون تحت رحمة العميد العميد جوادي السعيد هذا جوادي السعيد بالعيد والعقيد بوادي حاكيم اللي تكلمنا عليهم من قبل اللي هما عملاء فرنسا عملاء فرنسا اللي شاف دوكابينين تانشانغريح الخبيث السوكرجي لما هذو اللي تعطت لهم مهمة إنشاء جيش مالسينيسا ويحطوا العناصر انتعهم الآن في محاور الجيش في مراكز حساسة في مراكز حساسة جدا ويحاربوا الشوفهاء والنزاء بالقانون اللي يفتح فمه ويحطوا له يلفقوا له تهمة تهمة سهلة مخدومة يعني تخدمت بكري باش يسكتبها أن الوطنيين مهمة يعني تهبة مخالفة تعليمات عسكرية مخالفة تعليمات عسكرية هذا الحكم عليها خمس سنوات خمس سنوات بيها بعد بزاف الناس بيها قتلوا بزاف شراف الوطنيين فلما نشوف أنه جوادي السعيد بالعيد وبوادي حكيم ما زالهم يشرف السمن تعهم هنا يا ضباط الجيش هنا ضباط الجيش لازم تعرفوا أن العواقب رح تكون قاسية جدا وخيمة جدا الآن في نفس المنطق بما أنه غدا بحول الله رح تتفتح قضية وسيني أو عيادة محاكمة وسيني كان يسألني وشنو هي قضية وسيني لما عرف شنو قضية وسيني قضية وسيني يعني سهلة جدا ما كان ولو كنت واحد نعرفه بكري والله يذكره بالخير على كل حال نعرفه عندي وحد ثلاثين سنة قال لي قال لي لما تحب تحوس لواحد القمل تلقى له القمل حشاكم على كل حال بمعنى أنه كنت تحبس تحبس تحوس عند واحد لقمل يرفض قمل أو حطل وتلقى القمل فنفس الشيء هنا نفس الشيء وسيني تعطات له تعليمات من قبل قايد الله قايد الله رحمه باش يدعمه واحد لقايد صالح بدل رأيه وراح يدعمه واحد آخر معا أنه مدر ولا شيء مدر ولا شيء ولكن الشيء اللي ارتكبوا حقيقة واسيني وجمعته وياسين وسكندر ونابيل وكذا وكذا الشيء الوحيد اللي ارتكبوا هو أنهم أنهم حكموا توفيق حكموا ربراب حكموا الفاسدين ودخلهم للحبس وأهم شيء داروه هما أنهم حكموا توفيق تجرؤوا باش يحكموا توفيق تجرؤوا باش يشدوه من يده ويديوه العدالة ويقفوه قدام واحد ويسأله أسئلة كيفاش أنت تحكم رب الجزائر تسأله أسئلة كيفا وانا قلت من قبل وانا قلنا واش قال توفيق للناس لي لسألاته ربنا قلنا بأنه زوج من من رؤداء منهم حليم الله يرحمهم لأن الله يرحمهم غبروا حباء في الراس ورماهم في الود حتى الجثث تعهم مطالب مطالب أنه يعطي باسم باسم الشهادة باسم الحق أنه يعطي التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع فهذا هو مختصر القضية توسينية رح تتعادل محاكم غدوة ونقلها بكل صراحة ما مش رح ينطلقهم ما مش رح ينطلقهم لأنه اللعب كبير اللعب كبير وحابين يدلوا منهم مثال اللي دلنا لنا نحرقوهم إنه كان كانوا قادرين يقتلوهم وما كانش هاد الزكال هاد حولهم قتلوهم قتلوهم زمان ولكن ما يقدروش فراح نيخليهم في السجن وبالنسبة للسجن أراكم سمعتوا كذلك أنه بوزيت محمد المدعو يوسف هو وزوج يطنو كولونال يعني زياد بوغابا وشريف تخابرت دخلوهم للحبس المهم أنه هذا زياد بوغابا وقدروا لهم تهمة أنهم كانوا يعطيهم معلومات وكذلك في الحقيقة صحيح أنه زياد بوغابا كان في فرنسا التقى مع كلاب بنتع نزار وأعطى لهم معلومات على بن ملود عثمان أو الجنيرو بن ملود عثمان المدعو كما كان يضربوا هدفه هذا لن يعودوا ليهما و الجماعة توفيق بسم الله عفوا فأعطيه له تعليمات أعطي هذا مو الكلب نزار بالمعلومات وقل له هاوليك اضرب كما لا كان يش اضرب فلان اضرب فلان هو كان يؤدي في تعليمات مع أنه ما كانش لازم يدير هذا لأنه خبيث كذلك ولكن دالها ونقول بكل صراحة بوزيت هذا يسهل أكثر من ذلك لأنه أخبث من الخبث أخبث من الخبث دار بزاف دار بزاف فهذا دخلوا للحبس دخلوا للحبس لحقوا بالجنيرال بن ملود عثمان أو كامل كانش لروا في الحبس ولحقوا بالجماعة الوخيين واسين واسين روا في الحبس معهم في بريدا لما نرى عدد الجنرالات والكلون والضباط الذين رأوا في الحبس يا ضباط الجيش الواطني الشعبي كيف حبيتوا الناس تحترمنا كيف البارح بوزيت كان زعيم واليمرأ حركي كيف البارح كان شريف واليمرأ وأخائن وما الناس الذين خدمت مع بوزيت ستخمم وما المواطن البسيط يظن كيف يقدر يقنع هذا المواطن البسيط أنه اللي جاء في مكان بوزيت لاس ملاح مع أن يقول أنه محفوظ والله يعني ما عندي ما نقول فيه يعني صراحة قالوا الناس بك تبكي المدبوحة المسلوخة لأن هذا محفوظ هذا حاشكم الخماج خير منه هذا ما نقول فقط كيف هاش حبيته يضباط كيف هاش حبيته يضباط الجيش الوطني الشعبي أن الضباط المرؤوسين الضباط المرؤوسين هذو يثقوا في القيادة وكل جسور الثقارة يتقطعت اليوم الجنرال ومليح غدوار وسرق في بليد احنا في الجزائر أصبحنا مهزلة في العالم وهذا كله بسبب توفيق النظار أصبحنا مهزلة بسبب الخيانة بسبب السكوت بسبب تبون الملعون أصبحنا مهزلة كيفاش حبيته الجيل الصاعد أنت على الضباط اللي رأهم راحين يحكموا الجيش اللي راح يحكموا الجزائر غدوة يكونوا نزهاء إذن اللي حكمهم اليوم رأهم خبتاء يعلمهم الفساد والخبث والظلم إلى متى هذا العبث إلى متى هذا السكوت إلى متى هذا الجبن جاء الوقت اللي لازم نقول تتزال من الوقت اللي لازم نقول بكل صراحة اللي عنده جرام تعغير على هذا الوطن اللي عنده جرام تعغير هذا الوطن يأخذ موقف يأخذ موقف ما يسكتش خلاص لأن الموضع خطير تبهدلنا تسبينا تشمت فينا الأعداء ورانا نشوف بالعدو را يتربس فينا الكيان را يتربس فينا نعرف أنه فيه كيان الناس اللي ما تحبش النظال وتحب التغيير كيان الناس ما تحبش الصبر ما تحبش الصبر وتحب التغيير يطح عليها من السماء والنظام خبيث الديارس خبيث توفيق خبيث يعرف مليح مليح الشعب ويعرف أنه الإنسان لما يسكت تعطيه كف لما الإنسان يسكت لما تعطيه كف تقدر غدوة من غدوة تركب فيه وتقول يعني انهق الحمار حاشاكم ينهق الحكمار ولا تقول أنبحكي الكلب حاشاكم ينبحكي الكلب هذا الكلام موجه لكل واحد موجه للنخبة موجه لكل واحد عنده وطن في قلبه في ضميره ولما نتكلم عن النخبة نتكلم للأسف على النخبة هذه نتعرف عضوره نحن في زمن نكا نتعرف عضوره حاجة ولكن الآن ما تسواله النخبة نتعرف عضوره حشا حشا اللي ما يستهلهاش ذكروا وإناث اللي يخلي المجرمين والفاسدين والخونا يلعبوا بالبلاد يسرقوا الثورات وهدموا القيم يسجنوا الشرافاء يسكت وينادي بالسكوت بحجة عدم إيثار الفتنة وإدخال البلاد في دوامة فهو بكل صراحة وبدون لف ولا دورا شريك في تحطيم الجزائر لأن النخبة الصامتة المحايدة لأن النخبة الصامتة المحايدة شيطان أخرص واللي ما ينصرش لحق علما بكل قوة ويسكت رح ينصر في الظلم رح ينصر في الظلم رح ينصر في الظلم في الفساد بالجوب ننتاعه إذا دخل واحد من الحي ننتاعك من الحومة ننتاعك واحد فوايو إذا دخل دارك واختصب باختك أمك بنتك وما تدل وحتها جاء وتقول لا من حد شنثير الفتنة في الحومة واش تعتبر انتا واش تعتبر انتا واش تخلي تلل الرخص حشكم اللي يخاف من الفتنة يختي الصوق انتع الرجال اللي يخاف على هالوطن لازم يواجه الظلام ويقول له وجها لوجها أنت ظالم والفاسد أنت فاسد والخاين أنت خاين لأن هذا الشيء كلنا نحاسب عليه هذا الشيء كلنا نحاسب عليه وما كاش مع ربي ما كانش مع ربي ما كانش الهف الرجول مواقف ورجول تضحية وفداء لأن حراف بدأ لما سمحنا للحركة لأن حراف بدأ لما سمحنا للحركة وخلينا واحد كما نزار يحكم في الرجال لما خلينا توفيق يصفي الشرفاء لما خلينا ربناب لما خلينا ربناب ينهب الأموال ويفرغ الخزينة لما خلينا الحمقى يرفض نشاف انتعبينات ويقولوا هذا أعلان بلادي لما سكتنا على تنصيب لهجة رجعنا لغة وطنية لما دفرنا نوفمبر من أجل دستور تبون خلينا خلينا